اشتركوا في القناة بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هيى لنا هذا اللقاء ونشكر القائمين على هذه الدورة العلمية ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيهم عنا وعن المسلمين خيرا الجزاء ثم نحمد الله تعالى ونشكره ان فتح باب العمرة وعاد الناس لبيته الحرام داعينا وملبينا وفرحين ثم الشكر لولاة الامر والمسؤولين في جميع القطاعات الامنية والصحية ووزارة الحج ورئاسة الشوء الحرمين والدعاء والعفاء لهم على بذرهم وعطائهم وجهودهم وما يتعلق بموضوع هذا اللقاء الموضوع عن العمرة واحكامها ونبدأ اولا بتعريف العمرة فالعمرة لغة الزيارة وشرعا زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص وهو النسك المعروف المتركب من الإحرام والتلبية والطوافل البيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير هذا تعريفها لغة وشرعا حكم العمرة أما حكمها فقد أجمع أهل العلم على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام وأن فعلها في العمر مرة ولكنهم اختلفوا هل هي واجبة أو لا فاختلف العلماء في حكم العمرة على قولين القول أول قالوا أنها واجبة واجبة في العمر مرة واحدة وهذا القول هو المشهور عن إمام أحمد والشافعي وجماعة من أهل حديث وغيرهم رحمهم الله تعالى ومن أدلتهم على ذلك ما رواه أهل السنن وغيرهم عن أبي رزين العقيل رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة فقال صلى الله عليه وآله وسلم حج عن أبيك واعتمر الصححة والترمذي قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه وكذلك صح عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال العمرة واجبة أسدل أيضا بحديث عمر في رواية الدار قطي وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم وتحج البيت وتعتمر واستأنسوا بقول الله تعالى أو من أدلتهم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقد رجح هذا القول ابن المنذر والشنقيطي وابن عثيمين والألباني رحمه الله تعالى جميعا هذا هو القول الأول على أن العمرة واجبة أما القول الثاني فقالوا أنها سنة وليست بواجبة وهذا القول هو مذهب مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد وقول أكثر أهل العلم ورجحه ابن جريد الطبر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جميعا ومن أدلة التي استدلوا بها حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمرة أواجبة تنهي قال لا وأن تعتمر خير لك الحديث صحيحة الإمام التربدي وقالوا أن الأصل عدم وجوبها والبراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف قالوا ولا دليل يصلح لذلك ما اعتضاد الأصل بالأحاديث القاضية بعدم الوجوب ويؤيده اقتصار الله تعالى على فرض الحج بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولفظ الحج في القرآن لا يتناول عمرة فإنه سبحانه وتعالى إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج كقوله وأتم الحج والعمرة لله ففي الآية الأولى آية آل عمران أوجب سبحانه وتعالى الحج ولم يذكر العمرة وفي الآية الثانية آية البقرة أوجب تمام الحج والعمرة فإنهما ججبان بالشروع فيهما وإجاب الإتمام لا يكتضي إجاب الابتداء فإن إجاب الابتداء يحتاج إلى دليل خاص به فإنه محل النزاع ولا دليل يخصه سالم من العلة حتى يصلح الاسدال به على المراد وأيضا فإن قوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله نزلت عام الحديبية سنة الست من الهجرة باتفاق أهل العلم وليس فيها إلا الأمر بإتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت متأخرة سنة تسع أو عشر وقد اكتصرت الآية على ذكر فرض الحج دون العمرة ولهذا كان عند من يقول بهذا القول يرى أن هذا القول هو القول الراجح وهو القول الصحيح أن العمرة ليست واجبة وإنما هي سنة وإما يؤيد ذلك افتصار النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الحج دون العمرة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس شهاية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام بني الإسلام على خمس شهاية أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام وقول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة الصحيح للذي قال بعد أن سأله عن الإسلام وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أركانه قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال صلى الله عليه وآله وسلم لئن صادقا يدخلن الجنة فهذان قولان في هذه المثلة ولكل قول دليله ولكل قول إمام يؤجده وينصره ولعل القول الأول وهو الذي يقول بوجوب العمرة في العمر مرة واحدة هو القول الراجح والله أعلم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى وهي وقت العمرة يعني هل العمرة وقت محدد تؤدى فيه ألا حديثه الدالة على فضل الله على العمرة وعظيم ما رتب الله عليها من الثواب تدل على فضل الاكثار من الاعتمار وأنه ليس العمرة وقت خاص بها لا تصح إلا فيه بل كل السنة وقت لها سوى أيام الحج وحديث عائشة رضي الله عنها الثابت بالصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعمرها من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها معه هذا الحديث أصل في جواز وقوع عمرتين في شهن واحد أو أقل ويدل على التفريق بين العمرة والحج في التكرار في نفس العام فمن فضل الله تعالى على عباده أن العمرة لا تختص بوقت من العام دون وقت بل تفعل سائر شهور السنة وقد استحب بعض أهل علم وقوع العمرة في رمضان وأنه أفضل لأدائها من غيره لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أم سنان لما فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاتها الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتمر في رمضان وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة وفي لفظ تعدل حجة معي أي حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحديث دال على فضل عمرة في رمضان لكن قيده بعض أهل علم في من كان قد عز مع الحج فلم يتيسر له لمرض أو نحوه كما هو ظاهر في سياق الحديث لكن الأولى عدم التقييد فإن فضل الله عز وجل واسع لكن من كان قد عزم على الحج ولم يتمكن لمانع منعه ثم اعتمر في رمضان كان أوفر حظا من هذا الفضل ومن يكون كذلك فيرجى له ذلك فإن العبد على ربه محتسب وذهب جماعة من أهل علم أن العمرة في أشه الحج أفضل من عمرة في غير أشه الحج لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر عمره اعتمر عمره كلها في أشه الحج وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تعتمر بعد فراغها من الحج حين رجعت في ذلك وقالوا لم يكن لله ليختار لنبيه إلا أولى الأوقات وأحقها به فكان وقوع العمرة في أشه الحج نظير وقوع الحج في أشهره وهذه الأشهر خصها الله عز وجل بهذه العبادة وجعلها وقتا لها والعمرة حج أصغر فقالوا فأول الأزمنة بها أشهر الحج وهذه مسألة وهي أيهما أفضل أداء العمرة في رمضان أم في أشهر الحج أو في ذي القعدة وقد قال سماحة الشيخ عبد العزين باز رحمه الله تعالى أفضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة وفي رواية تعدل حجة معي يعني معه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لأن عمره كلها صلى الله عليه وآله وسلم وقعت في شهر ذي القعدة فضل العمرة العمرة لها فضائل كثيرة والحمد لله فمن فضائلها أنها تمحي الذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة يا العمرة كفارة لما بينهما رواه مسلم قال الإمام النوي رحمه الله هذا ظاهر في فضيلة العمرة وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين ومن الحديث أيضا التي تدل على فضل العمرة حديث بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد رواه الإمام التلميدي قال المبارك فوري رحمه الله تعالى قوله فإنهما ينفيان الفقر أي يزيلانه قال وهو يحتمل الفقر الظاهر بحصول غنى اليد والفقر الباطن بحصول غنى القلب قال وقوله في الحديث قوله في الحديث تابعوا قال ابن القيم رحمه الله ولم يكن في عمره صلى الله عليه وآله وسلم عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك من فضاء العمرة أن عمرة العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام النووي رحمه الله أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعديلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تبزئه عن الحجة قال حافظ بن حجة رحمه الله قال ابن العربي قال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله تعالى ونعمة قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهذا يشمل أول رمضان وآخره وأما تقصيص ليلة 27 من رمضان بعمرة فهذا من البدع وقال أيضا رحمه الله تعالى فالعمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء به الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجة بحيث لو اعتمر الإنسان في رمضان وهو لم يؤدي الحجة سقطت عنه الفريضة لا لأنه لا يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئا عنه وقبل أن نبدأ في صفة العمرة نتكلم عن سنن الإحرام فمن سنن الإحرام الاقتساد فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه التلمذي والغسل لكل مريد الإحرام الذكور والإناث الجنب وغير الجنب الحيظ والنفسات كذلك من سنن الإحرام الطيب الطيب في البدن فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوه في البيت حديث متفق عليه ومن السن كذلك الإحرام عقب صلاة فرض أو نافلة فعن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل دب ورسله رواه مسلم قال شيخنا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى ثم يصلي الفريضة إن كانت إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية سنة الوبو لا بنية سنة الإحرام لأنه لم يثبت عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإحرام سنة كذلك التجرد من الملابس المقيطة وليس ملابس ويلبس ملابس الإحرام التجرد من الملابس المقيطة ويلبس ملابس الإحرام وهي للرجال رداء يلف به النصف الأعلى من البدن دون الرأس وإزار يلف به النصف الأسهل منه فعي بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد مرتحل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه رواه البخاري وقال صلى الله عليه وآله وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين في إزار ورداء ونعلين ما هي الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباس الإزار والرداء ما الحكمة من لبس الإزار والرداء والتجرد من الملابس التي يلبسها الإنسان الحكمة من ذلك هو حتى يكون بعيدا عن الترفو ومن أجل أن يتصف بصفة الخاشع الذليل ومن أجل أن يتذكر به الموتى ولباس الأكفان ومن أجل أن يتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاتا عراه أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تتبرج بزينة فليس هناك لبس خاص بالمرأة خاص بها وإنما تلبس ما شاءت من الثياب غير أن لا تكون هذه الثياب فيها فيها زينة أو يظهر مفاتينها أو شيئا من جسدها والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين الإزار والرداء الأفضل أن يكون أبيضين نظيفين لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوها موتاكم فإنها من خير ثيابكم رواه الإمام التنمذي والسنة أن يتطيب في بدنه أما ملابس الإحرام فلا يطيبها يتطيب في بدنه ولا يطيب ملابس الإحرام وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها المرأة تلبس ما شاءت من الثياب وليس هناك ثوب قاص للعمرة وإنما تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين يجوذ تغيير الإحرامات يجوذ المرأة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى وكذلك يجوذ الرجل أن يغير إزاره ورداءه إذا احتاج إلى ذلك ويجوذ لهم كذلك الغسل غسلها فلا بأس بغسل ملابس الإحرام ولا بأس أن يغيرها ويستعمل غيرها بملابس جديدة أو مغصولة هناك خطأ يقع في بعض الناس عند الإحرام وهو الإطباع والإطباع هو إخراج الكتف الأيمن وجعل طرفي الرداء تحت إبط اليد لسرى والخطأ الذي يحصل أن بعض الناس يتطبعون من بداية الإحرام وهذا خطأ فالإطباع خاص بالطواف وليس أي طواف بل في طواف القدوم خاصة وطواف العمرة فلا يبدأ في الإطباع إلا عندما يبدأ بطواف القدوم أو بطواف العمرة هذا الإنسان المعتمر إذا وصل إلى المقات لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد مواقيت حدد مواقيت مكانية إذا مر بها المعتمر فإنه يلزمه الإحرام من هذا المقات من هذه المواقيت والمواقيت هذه هي ذو الحليفة وهذا المقات لأهل المدينة واليحفة لأهل الشام وقرن المنازل لأهل نجد وقرن المنازل لأهل نجد ويلملم لأهل اليمن وذات عرق لأهل العراق فعن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقّت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم حديث متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقّت لأهل العراق ذات عرق طواه أبو دول وهذه المواقيت هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمر حديث متفق عليه ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ وأما من كان في مكة وأراد العمرة فميقاته من الحل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن يخرج بعائشة أم المؤمن رضي الله عنها إلى الحل لتحرم منه حديث متفق عليه فيجب الإحرام يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمره فمن جاوز الميقات وهو يجد الإحرام فإنه يجب عليها أن يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه فإن لم يرجع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه ويذبح فدة في مكة يوزعها على فقراء مكة ومن كان كما مر ومن كان بمكة فميقات العمره من الحل لحديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بعبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك أخرج بأختك من الحرم فالتهل بعمرة حديث متفق عليه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا دليل وفيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم قال العلماء وإنما وجب الخروج للحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره انتهى كلام الامام النووي رحمه الله تعالى ومن جاء عن طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذ المقات يحرم إذا حاذ المقات بعد ذلك نتكلم عن محظورات الإحرام ومحظورات الإحرام هي ما يحرم على المحرم فعله ما يحرم على المحرم فعله والمحظورات منها ما يختص بالذكر ومنها ما يختص بالمرأة ومنها ما يشتركان فيها أولا ما يختص بالذكر لبس المخيط والمخيط هو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه فعلي بن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا السراويل حديث متفق عليه والقميص هو ما يفصل على هيئة البدن مخيطا أو غير مخيط والبرانس هو ثوب رأسه منه ملصق به يلبسه الآن المغاربة كذلك من محظورات الإحرام ويختص بالذكر تقطية الرأس بملاصة لحديث عمر السابق لا يلبس المحرم العمائم حديث متفق عليه ويشمل تغضية الرأس الطاقية والغترة هذا الملاصق للرأس وأما غير ملاصق كالخيمة والشجرة والشمس فالباس بذلك ثانيا محظورات يشترك فيها الذكر والأنثى وهذه المحظورات هي إزالة شعر الرأس وألحق العلماء به بقية شعر البدن قال تعالى فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب متفق عليه ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب من محظورات الإحرام كما ذكرت استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصته ناقته وهو محرم فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر فلا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب قال إمام النبي رحمه الله وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ولأنه ينافي تذلل الحاج فإن الحاج أشعث أغبر وهذا يستوي فيه تحريم الطيب الرجل والمرأة كذلك من محظورات الإحرام التي يشترك فيها الرجال والنساء لبس القفازين وهما شراب اليدين قال صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين حديث رواه الإمام البخاري ما فدت هذه المحظورات فدية هذه المحظورات على التخيير بين صيام الثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاه بالخيار إما نصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاه يدل على ذلك حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى فقال أحلق رأسك وصم ثلاث أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاه حديث متفق عليه ثالثا من المحظورات التي يختص بها النساء النقاب وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها هذا هو النقاب فهذا المرأة يحرم عليها أن تنتقب لقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين فلا يجد لها أن تنتقب ولا تلبس القفازين ومن محظورات الإحرام عقد النكاح وهذا ليس فيه فدية يدل عليه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حديث متفق عليه كذلك من محظورات الإحرام الجماع إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمر باتفاق أهل علم نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيط رحمه الله جميعا كذلك من محظورات الإحرام قتل الصيد والصيد كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالضباع والأرانب والحمام كل حيوان بري حلال متوحش طبعا كالضباع والأرانب والحمام لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ولقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وفاعل هذه المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات الحال الأولى أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا عليه الإثم والفدية فإذا تعمد فعل المحظور بلا حاجة ولا عذر فهذا آثم وعليه الفدية الحالة الثانية أن يفعله لحاجة أن يفعله لحاجة فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية كما حصل مع كعب بن عجرة الثالث أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان فهذا لا إثم عليه ولا فدية لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ولبس للمحرم أن يلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن وغيرها أن يلبس الخاتم والساعة ونظارة العين وسماعة الأذن وغيرها ثم إذا أراد أن يدخل في النسك فإنه يلبي يقول لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وصفة التلبية كما في حديث بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حديث متفق عليه وهذه التلبية أيها الأخوة عظيمة جدا فقد أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كلمة التوحيد أطلق عليها التوحيد في قوله في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد رواه مسلم أهل بالتوحيد لكن متى يلبي يلبي إذا استوت به راحلته قال بن عمر رضي الله عنهما أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد للحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك حديث متفق عليه ويستحب رفع الصوت بالتلبية فعن السائب بن خلاد رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية رواه أبو داود وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الحج أفضل فقال العج والثج العج والثج رواه ابن ماجه فالعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحو الهدي ولأن رفع الصوت بها إظهار لشعائر الله وإعلان بالتوحيد أما المرأة فتلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها كما قال ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ويستمر في التلبية من الإحرام إلى أن يشرع في الطواف من الأخطاء في التلبية أن تكون جماعية بصوت واحد وهذا لم يرد في الشرف ومن أخطاء ومن أخطاء بعض المعتمرين عدم الاهتمام في التلبية إما كسلا أو جهلا بفضلها ولا يجوز أن يقول عند الني اللهم إني أريد العمرة فلا يجد التلفظ بالنية لأن هذا لم يرد عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما النية تكون في قلبه ويتلفظ بقوله لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة إذا وصل إلى المسجد الحرام فيسن له أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول لحديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ بريلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ بريلك اليسرى رواه الحاكم وأن يقول الدعاء الوارد عند دخول المسجد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك وكذلك حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم رواه أبو داود ثم يبدأ بالطواف ويكون على طهارة يكون على طهارة فإن دمهور العلم يشتريطون لصحة الطواف الطهارة فعن عائشة رضي الله عنها أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء بدأ به حين قد يمكت أنه توضأ ثم طاف بالبيت حديث متفق عليه قال إمام النووي رحمه الله فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله ثم قال صلى الله وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لا فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور هو شرط لصحة الطواف واحتجوا بهذا الحديث مع حديث خذوا عني مناسككم يختضيان أن الوضوء واجب لأن كل ما فعله هو داخل في المناسك فقد أمرنا بأخذ المناسك انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ثم يقصد الحج الأسود فيسترمه ويقبله فإن لم يتمكن يسترمه بيده ويقبل يده فإن لم يتمكن يشير إليه ولا يقبل ولا يقبل ما أشار ولا يقبل يده التي أشار بها عن جاب رضي الله عنه قال في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا أتينا البيت استلم الركن اليمان رواه مسلم وعن أبي الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل محجن رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود فقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل كما قبلتك حديث متفق عليه وفي هذه فائدة وهي أن مشروعية تقبيل حجر الأسود واستلامه أن مشروعية تقبيل حجر الأسود واستلامه تعظيما لله تعالى واتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لكونه حجرا ويقول عند السلام الحجر بسم الله والله أكبر يقول بسم الله والله أكبر كما ورد عند الطبران وكلما هذا الحجر في بقية الأشواط فإنه يكبر يكبر كلما هذا الحجر اكتذام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ بالطواف ويكون البيت عن يساره يجعل البيت عن يساره ويطوف يطوف سبع أشواط يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يساره رواه مسلم كذلك يعني يسلم الحجر والركن اليماني في كل شوط إن تيسر لكن عند السلام الركن اليماني لا يقول شيئا لا تكبر ولا غير لأن ذلك لم يرد وليس للطواف ذكر خاص قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وليس فيه ذكر محدد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بأمره ولا بقوله بل يدعو فيه بسائل أدعية شرعية فليس هناك دعاء خاص بالطواف إلا ما بين الركن اليماني إلا ما بين الركن اليماني والحده الأسود فقد ورد من حديث عبد الله بن السابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رواه أبو داود وقنا عذاب النار رواه أبو داود ويسن في الطواف الاطباع وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر لحديث بن عباس رضي الله عنه ما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم قد قدفوها على عواتقهم اليسرى رواه أبو داود ويسن في الطواف كذلك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربع رواه مسلم إذن الرمل يكون في الثلاثة الأشواط الأولى وأما للطباع فيكون في السبعة الأشواط كلها وكما أسلفت أن الطواف يكون من الحجر إلى الحجر من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود لحديث بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر إلى الحجر رواه مسلم أي يكون الرمل يبدأ من الحجر وينتهي بالحجر الأسود ثلاثة أشواط في حديث مسلم هذا يحرم حائط أن تطوفي بالبيت لقوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاوث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطفلي حديث متفق عليه إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طوافة طوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ثم يرجع ويكمل الطوافة ولا يستأنفه من جديد ويكمل الطوافة من الموضع الذي انتهى إليه من قبل ولا حاجة إلى إعاجة الشوط من جديد لأن ما سبق بني على أساس صحيح وبمقتضى إذن شرعي فلا يمكن أن يكون باطن إلا بدليل شرعي قاله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من أخطاء بعض المعتمرين الحرص على تقبيل حجر الأسود لا بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن باعتقاد أنه ينفع ويضر وهذا شرك نسأل الله السلامة لأن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى ومن أخطاء في الطواف تخصيص كل شيط كل شوط بدعاء معين وهذا لا أصل له ومن أخطاء كذلك مزاحمة الناس لأجل وصول الحجر لتقبيله مما يؤدي إلى الأذية والسب والشتم وذهاب الخشوع ولا شك أن استلام الحجر سنة من السنن وأما أذية المسلمين فأذية المسلمين حرام فلا يجوز الإنسان أن يقع في أذية المسلمين ويأذي المسلمين من أجل أن يطبق سنة من السنن إذا انتهى من الطواف فإنه يصلي خلف المقام خلف مقام إبراهيم ركعتين بعد الانتهاء من الشوط السابع يصلي ركعتين خلف المقام قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى يقرأ في هاتين ركعتين في الأولى بالكافرين وفي الثاني بالإخلاص قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت وقرأ في الركعتين يقول هو الله أحد يقول يا أيها الكافر رواه مسلم ثم يرجع إلى الركن فيستلمه وانت يسر له ذلك قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الركن فاستلمه رواه مسلم ثم إذا فرغ من الصلاة من الركعتين انت يسر له أن يشرب من ماء زمزم يشرب منه فعن جابر رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم رمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم وفشل ومنها وصب على رأسه رواه أحمد وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له رواه أحمد وقال أيضا إنها مباركة وهي طعام طعم رواه مسلم في صحيح من أخطاء بعض المعتمرين اعتقادوا أن ركعتين الطواف لا تصح إلا خلف مقام إبراهيم فيتزاحمون لأجل أدائها في هذا الموضع ومن الأخطاء التمسح بمقام إبراهيم بعد أداء ركعتين الطواف إذا انتهى من الطواف وصل الركعتين يذهب إلى المسعى ليسعى بين الصفاء والمروة ويبدأ من الصفاء قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم خرج إلى الصفاء فلما دل من الصفاء قرأ إن الصفاء والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات رواه مسلم ثم ينزل ليسعى قال صلى الله عليه وآله وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعير أوه أحمد فإذا بلغ العلم الأول سعى سعيا شديدا وهي الهرولة يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر الذي بعده فهو يسرع ما بين العلمين يسرع ويسعى سعيا شديدا بين العلمين ثم بعد العلم الثاني يمشي مشيا عاديا حتى يأتي المروة فإذا أتى المروة صعد عليها ويصنع فيها ما صنع على الصفاء من استقبال القبلة والتكبير والتوحيد والدعاء وهذا يعتبر شوط من الصفاء إلى المروة شوط ثم بعد ذلك يعود حتى يرقى على الصفاء وهذا شوط ثاني ثم يعود إلى المروة حتى يتم له سبعة أشوار يبدأ بالصفاء أن تلاعز الأكرم فلا بأس فيشترط أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تشترط للسعي الطهارة لا تشترط الطهارة للسعي وإنما يستحب أن يكون على طهارة من أخطاء بعض المعتمرين الاطباع حال السعي وهذا خطأ فالاطباع خاص بالطواف ومن أخطاء الاسمبرارو في السعي حتى ولو أقيمت الصلاة وهذا خطأ فالواجب أداء الصلاة مع الجماعة والوقوف عن السعي وإكماله بعد الصلاة فإذا تم الإنسان سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصر والحلق أفضل من التقصير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر المحلقين قالوا والمقصرين قال وللمقصرين حديث متفق عليه ولأن الله سبحانه وتعالى بدأ به في قول تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين قال النوري رحمه الله تعالى ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ لله تعالى أنه أبلغ لله تعالى ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينه والحاج أو المعتمر مأمور بترك الزينة بل هو أشعث بل هو أشعث أغبر وإذا راد أن يقصر فلابد أن يعمم جميع شعر الرأس لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس لم يعد مقصرا ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرع قاله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها بقدر أنه ولات فقط ومن نسي الحلقة أو التقصير في العمر فطاف وسع ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما هذه هي صفة العمرة أركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية الدخول في النسك والطواف بالبيت والسعي بين الصفة والمروة وأما واجباتها فهي الإحرام من المقات الذي يمر به والحلق أو التقصير هذه أمور ومسائل يحتاجها المعتمرون في عمرتهم في ظل جائحة كورونا وأسهل قد تتكرر في ذلك هذه المسائل هي أولا يجوز استخدام الكمامة يجوز استخدام الكمامة للرجل لأنه يجوز تقطية وجهه على الصحيح من قول أهل علم لعدم الدليل المانع من ذلك ووروده عن جمع من الصحابة واختاره ابن عثيمين رحمه الله ثانيا يجوز استخدام الكمامة المرأة المعتمرة للحاجة وتفدي ولا فرق بين الكمامة الصغيرة أو الكبيرة لأن الكمامة تشبه النقاب الكمامة تشبه النقاب سواء لبستها تحت غطاء الوجه أو فوقه والمرأة ممنوعة من لبس النقاب وهذا بالاتفاق لنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك ونهت عائشة رضي الله عنها أن تتلسم المرأة المحرمة وكي الحديثين عند البخاري واللثام هو تقطية الفم أو الأنف والكمامة كذلك لكن إذا كان غطاء المرأة على وجهها يكفي عن الكمامة فلا حاجة أن تضع الكمامة وتقع في المحضور إذا كان غطاء وجهها يكفيها فلا حاجة أن تقع في المحضور كذلك ثالثا يجوز لبس ما يغطي اليدين من الملبوس كقفازات ونحوها عند الحاجة سواء كانت من قماش أو بلاستيك ونحوهما سواء كانت غريضة أو خفيفة وفيه كفارة محضور الإحرام للرجل والمرأة لأنه من اللباس وهذا اختاره ابن باز وابن عثمين رحمهم الله تعالى وأما مجرد التغطية فلا شيء في ذلك كتغطية المرأة يديها بالعباء رابعا يجوز لبس شراب القدم للمرأة اتفاقا ولا يجوز للرجل اتفاقا وإذا احتاج إلى لبسه لبسه وعليه كفارة محضور الإحرام ولا إثم عليه خامسا يجوز استخدام المعقم من الصابون وغيره حتى لو كانت له رائحة لأنه لا يعتبر طيبا ولا يتخذ طيبا واختاره ابن باز بن عثمين رحمهم الله تعالى سادسا إذا سقط شيء من المعقمات على ملابس الإحرام فلا شيء في ذلك لما تقدم سابعا إذا شم المعتمر شيئا من المعقمات وله رائحة فلا شيء في ذلك لما تقدم ثامنا يجوز استخدام الواقي الوجه للاحتراز من العدوى إذا كان يربط أو يلصق على الأذن إذا كان هذا الواقي يربط أو يلصق على الأذن فقط ولا يلتف حول الرأس فيجوز له أن يستخدمه ولا فدية فإن كان يلتف على الرأس ففيه الفدية بالنسبة للرجل لأن المحرم ممنوع من تعطية رأسه بشيء قليل أو كثير وهو كلف العصابة ونحوها واختاره ابن باز رحمه الله تعالى اختاره ابن باز رحمه الله تعالى وأما المرأة فيجوز لها استخدامه ولا شيء عليها لأن المرأة لها أن تغطي رأسها اتفاقا ولها أن تغطي وجهها على الصحيح من قولي العلماء ولها أن تغطي وجهها من غير ملامس للوجه اتفاقا لها أن تغطي وجهها على الصحيح إذا كان هناك رجال أجانب فلها أن تغطي وجهها ولها أن تغطي وجهها من غير ملامس للوجه اتفاقا وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ويتوب علينا ويرفع عنا هذا الوباء وهذه الجائحة ونسأله سبحانه وتعالى الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بالله ونعوذ به من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسأله سبحانه وتعالى من خير ما سأله من خير ما سأله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ به من شر ما استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نعوذ بك من زواء نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمالك الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيء الأسقام وبالله التوفيق وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين